لو انت لسه مبتدق على اليوتيوب فالفيديو ده مهم جدا لان النهاردة عرفك 6 اخطاء ممكن تقع فيهم كيوتيوبر مبتدق وطبعا الست اخطاء ده ممكن يضيعوا قناتك للاباء ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النهاردة يا صاحبي هقول لك على ستة اخطاء بيوع فيهم اليوتيوبر زي مبتدقين وكمان الستة اخطاء دول ممكن يضيعوا قناتك على طول تعاني تشوف ايه هاي هم الستة اخطاء دول وازاي نقدر ان احنا نتفاديهم بس قبل بقى ما تخش في الفيديو ونعرف التفاصيل ما تنساش لايك للفيديو وتشير عشان يستفيد منه ناس كتير وتفعل الجرس اما حاجة بعد ما تشترك وتعملها على كلمة عشان الفيديوه الجديدة هتوصلك اول باول طيب لو انت مشترك والفيديوهات ما بتوصلكش الغي الاشتراك واشترك مرة تانية وما تنساش تفعيل زر الجرس لو عندك اقتراحات او استفصالات اكتبالي في الكومنتات ولا حابب تتوصل معي رابط حسابات السوشيل ميديا في صندوق الوصف يلا بينا نشوف الفيديو النهاردة بقى صاحبي اقول لك على ستة اخطاء ستة اخطاء دول طبعا في اخطاء كتيرة جدا بيرتكبها اليوتيوبرز المبتدين وطبعا الاخطاء ديت بيرتكبوها عشان القناة بتاعتهم بس تتشهر وتنجح بكل سهولة من غير طبعا ما يتعبوا فيها واقول لك بقى على ستة اخطاء دول وازاي ان احنا نقدر نتجنبهم اول خطأ معنا النهاردة وهو عدم الاستمرار في تنزيل الفيديوهات يعني ديت حاجة ناس كتير بتقع فيها في ناس كمان بتنزل انا اعرف ناس اول ما بتنزل فيديوهات مثلا ما بيجيبش تفاعل بتبدأ انها بتنزلش فيديوهات تاني على اليوتيوب او تنزل فيديوهات بشكل متقطع ممكن ينزل مثلا فيديو كل شهر وده طب خطأ كبير جدا لان بالطريقة دية قناتك لا تتشير ولا حد هيعرفها ولا هتعرف يعني اليوتيوب مش هيزارها لك في الفيديوهات المكترحة ولا يزارها لك في القنات اللي الناس بتبحس عنها فده خطأ كبير جدا فقال لحاجة ان انت ممكن تعملها تنزل فيديو او فيديوهين كل اسبوع ده قال لحاجة لو وقتك ما يسمحش ان انت تنزل كل يوم فيديو ولو عرفت ان انت تنزل يوميا فيديوهات تقدر ان انت تنزل وده طبعا حاجة مهمة وحاجة هتفيدك كمان ده بالنسبة للخطأ رقم واحد خطأ رقم اتنين وهو عدم السبات على محتوى معين طبعا الخطأ ده انا وقعت فيه في الاول فعشان كده القناة ما حقيقتش النجاح الاوي يعني بس طبعا الحمد لله على كل حاجة بالنسبة بقى لعدم السبات على المحتوى المعين وده انا وقعت في الخطأ ده في الاول وهو ان انا ما كنت استثبت على محتوى معين كنت بنزل ملخصات مبارات في الاول شرحات عن الانترنت وكنت بتكلم عن الالعاب ما كنت استثبت على حاجة معينة طبعا ما كنتش عارف ايه هو الم المحتوى اللي انا هنجح فيه بالزبط بس طبعا لما لقيت المحتوى اللي الناس بتتفاعل معاه واللي انا بفهم فيه كويس فبدأت ان انا اثبات عليه. وده طبعا ضيع وقت كبير جدا مني ووقت للقناة كمان. فانت اما حاجة ما تجي تعمل القناة على اليوتيوب لازم تكون عارف المحتوى اللي هتتكلم فيه وتعمل القناة سابتة لمحتوى معين ما تعدش كل شوية جدد في اسم القناة ولا في نوع المحتوى لان طبعا اسم القناة واللوجو وكلام ده كله بيفرق في شكل القناة على طول. ده بالنسبة للخطأ رقم اتنين. الخطأ رقم تلاتة وهو استخدام الفيديوهات اللي منشورة قبل كده. واللي طبعا الفيديوهات ديت بتكون موجودة على اليوتيوب وانت بتنزلها وتستخدمها مرة تانية في المونتاج. وده طبعا خطأ كبير جدا لان الفيديوهات ديت بيجي لك عليها حقوق طبع ونشر. وطبعا في فيديوهات عندي كتيرة جدا انت حزفت بسبب حقوق الطبع ونشر. اليوتيوب بيبدأ يحزف الفيديوهات المكررة واللي طبعا اصحابها الاصليين بيطالبهم بحقوق الملكية بتاعتها. لانه طبعا الفيديوهات اللي مشهورة ديت في ناس كتير بتتعف فيها على ما بتنزلها. فانت ما بتجي تاخدها صاحبة بيبقعت رسالة اليوتيوب ان الفيديو ده بتاعه وان هو متاخد منه. فاليوتيوب بيحزر لك الفيديو ده على طول ويوقفه وما يشتغلش تاني. وطبعا مع استمرار الفيديوهات المخالفة بيبدأ اليوتيوب يبعط لك انظار وانظار في انظار يبدأ القناة تتقفل منك وطبعا القناة بتضيع. يعني انت بقى ممكن بعد بتنزل فيديوهات كتيرة جدا وجمع مشتركين ومشاهدات كتيرة جدا. اليوتيوب بيحزف لك القناة وكل ده بيضيع على الفاضي. ده بالنسبة للخطأ رقم تلاتة. الخطأ رقم اربعة واللي في ناس برضو بتعملوا كتير الاشتراكات المتبادلة. في ناس كتير بتخش تكتب لناس اشترك عندي وانا هيرد لك الاشتراك. والكلام ده كله خطأ كبير جدا. لان طبعا اول حاجة اللي بيدرك اللي هيشترك عندك ده مش هيتفاعل مع الفيديوهات. ولو شاف الفيديوهات صدفة ممكن معملكش على لايكات ولا هيبقى متابعك هيبقى مشترك منظر وبس. لان طبعا لازم المشتركين اللي يجووا لك اشتركوا مع عندك ويتفاعلوا معك ويكونوا مشتركين عشان اما حابين الفيديوهات اللي انت بتقدمها او المحتوى بتاعك. وده طبعا الخطأ رقم خمسة. الخطأ رقم ستة واللي هو التسويق الغير شارعي للفيديوهات بتاعك. في ناس طبعا بتخش في جروبات وتخش في قنوات او فيديوهات مشهورة جدا على اليوتيوب. ويكتب مسلا ده لينك الفيديو بتاعي خش وشوفوه وشوفوه قناتي والكلام ده كله. وده طبعا انت بتسوق للفيديوهاتك. وحققك ان انت تسوق بس بطريقة شارعية. ان انت تعمل مسلا اعلانات تطلب من يوتيوبرز يعمل لك اعلانات. وده طبعا حاجة انت ممكن تعملها هتساعدك في المشتركين. انما ان انت تخش تكتف في جروبات وفي تعليقات والكلام ده كله. كل ده ما بيجيبش اي نتيجة. واليوتيوب يعني ما بيدعمش القناة اللي بتعمل الحاجات ديت. فالحل الانسى بينها ان انت تعتمد على نفسك وتعتمد على الفيديوهات بتاعتك. وتبدأ ان انت تشتغل وتتعب عشان الفيديوهات دي يتحقق نجاح ويبقى نجاحك انت بس ما حدش يقول لك ان انت انجحت بسبب. ده طبعا خطأ رقم خمسة. بالنسبة للخطأ الاخير واللي هو رقم ستة واللي فيه ناس كتير بتقع فيه. واللي شايفه يعني فيه ناس كتير بتعملوا الفترة ديت ومنتشر بشكل كبير جدا على فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وهو البرامج او المواقع اللي بقول لك هتدفع المبلغ مسلا وهنزود لك المشتركين هنزود لك الف مشترك مع اربعة تلاف ساعة مشاهدة وتدفع مبلغ مش عارف كم. طبعا في مواقع من دي كتير بشوفها كتير على الفيسبوك والناس بتدفع فعلا وبيجي له مشتركين. الكلام ده ايه 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 بس المشتركين مش حقيين. ولو المشتركين مش حقيين اساسا حتى لو المشتركين حقيين مش كل المشتركين دول بيتفاعلوا معك. وده طبعا بيدرك بيدرك بشكل كبير جدا لان اليوتيوب يعني ما بيشوف انه قناتك ما فيهاش تفاعل بس فيه مشتركين اليوتيوب طبعا ممكن يقفل لك كالقناة. فانت لازم تعتمد على نفسك في النقطة ديت والبرامج اللي فيه برنامج اسمه تيومان تقريبا وانا مش عارف اسمه ايه برنامج ده بيقولك بتخش من خلاله تبدأ ان انت تتفاعل لنفسك على الفيديوهات وتبدأ ان انت تزاود المشتركين والمشاهدات كل ده غلط. والكلام ده ما ينفعش ان انت تعمله. فانا نصيحة مني لازم تعتمد على نفسك وتعتمد على المحتوى بتاعك وتبدأ تنزل فيديوهات باستمرار وما تعتمدش على الاشتراكات المتبادلة ولا الكلام ده كله ولا تخش تكتب لناس في جروبات اشتركوا في قناتي ولا اي حاجة من ديت. لان اللي هيتفاعل معك او اللي هخش يشترك هيشترك وخلاص. لكن لا هيتفاعل ولا هشوف فيديوهاتك وضع في حد ذاته خطأ كبر جدا لان هيبقى عندك مشتركين مزيفين. طبعا شباب لو انتم شفتوا الفيديو الحل الوقتي فشكرا لكم بجد. اتمنى لكل فيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم على المشاهدة. كان معكم محمد جابر. ونتقبل الفيديو الجاي. السلام عليكم.